تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي خلية الأزمة المعنية تواصل جهودها لإعادة المصريين من السودان مصر تدعو أمام مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتحذر من التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية الصين تعلن حالة تأهب القصوى تحسبا لأي نشاط يمثل تهديدا لسيادتها وطايوان تعلن تنفيذ مناورات لمكافحة حصار الجزيرة العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم أفادت مصادر مصرية مسؤولة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان كما أكدت المصادر أن الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان وأشارت المصادر إلى أن هناك خلية أزمة من أجهزة الدولة المعنية تضم وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارات الداخلية والخارجية والهجرة تتابع الموقف لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعايها كما شددت المصادر على أن الدولة المصرية تتابع جهود عملية إجلاء المصريين من السودان استقبلت قاعدة شرق طائرتين جديدتين تقلان مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم وذلك في إطار الجهود التي تبدلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين وتنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل معبر أرقين البري استقبل المصريين القادمين من السودان وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول حيث شهد المعبر وصول فوج من الرعاية الصينيين القادمين من السودان في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تم أمس ثلاثاء إجلاء أربعمائة وستة وأربعين مواطناً بسودان عبر الإجلاء البرية ومئة وتسعة وثمانين أخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حارجة من خلال الإجلاء الجوية وذلك بالتنصيق مع السلطات السودانية وأضف المتحدث باسم الخارجية بأن استفارة المصرية في الخرطوم وكلاً من قنصليات مصر في الخرطوم وبرتو السودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثين مواطناً هذا وجاري العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك تحركات سريعة وجهود حثيثة تقوم بها الدولة المصرية لإجلاء الرعاية المصريين من السودان وتوفير كل سبل الحماية والأمان لهم لحين عودتهم إلى وطنهم سالمين مصادر مصرية مسؤولة أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان كما أكدت المصادر أن الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان وتضم خلية الأزمة العديدة من أجهزة الدولة المعنية وهي وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارات الداخلية والخارجية والهجرة كما أكدت المصادر أنه تم التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعاياها وفي سياق تحركات الدولة المصرية تواصل قاعدة شرق استقبال المصريين القادمين من السودان بعد نجاح عمليات إجلائهم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين المواطنون العائدون من السودان أعربوا عن شكرهم للرئيس السيسي ولجهود الدولة في إعادتهم إلى مصر طبعاً هنا القوات المسلحة أمت بمجهود جبار لتوفير كافة الرعاية والحفاظ على أمن المواطنين بالسودان وطبعاً كلنا سعداء بما قام به السيد الفاضر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشكر السيد الرئيس وقوله تحية مصر وربنا يخليك لمصر كلها قيادة السياسية والمسؤولين عننا في البعثة الدكتور خالد بلغنا إن إحنا لازم نتحرك من ويد مدني بتحركنا الفجر وصلنا هناك لبور سودان كان في انتظارنا الطيارة المصرية عشان تنقلنا لأرض الوطن عمري ما خوفت أبداً رغم إن إحنا كنا في ضرب النار ورغم إن إحنا كنا بنشوف مشاهد يخاف منها الناس لكن إحنا كنا أسقين في القيادة السياسية وعارفين إن السيد الرئيس فتاح السيسي حافظ على أولاده حافظ على أبنائه بيروح يجبه من أرض النار بكل سهولة وفي كل يوصل كنا عارفين ومتأكدين إن إحنا راجعين واستمراراً للدور المصري المهم وللتسهيلات الكبيرة التي تقدمها يواصل معبر أرقين الحدودي استقبال المصريين القادمين من السودان وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول حيث يشهد المعبر استعدادات مصرية مكثفة لاستقبال القادمين من السودان بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف واستمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تستمر جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين في السودان عبر الإجلاء الجوي والبري بالتنسيق مع السلطات السودانية كما أكدت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في الخرطوم والقنصلية في الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلية في وادي حلفة تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم وتؤكد الدولة المصرية دائما حرصها على أبنائها المقيمين بالخارج وذلك في العديد من الأزمات وبالأخص الأحدث الجارية في السودان بالإضافة إلى تطورات الأزمة الأوكرانية وأزمة كورونا المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميل محمد المهدي أهلا بكم مشاهدي الكرام لطالما أكدت مصر حرصها على أبنائها في الخارج حيث كانت الدولة المصرية سباقة دوما في تقديم العون والمدد لأبنائها لا سيما في وقت الأزمات من أجل الحفاظ على سلامتهم وإعادتهم لأرض الوطن أحدث الجهود كانت في عقاب الأزمة المشتعلة في السودان حيث تواصل الدولة جهودها لعودة المصريين الموجودين في السودان في ظل الأوضاع هناك مؤكدة أنها تضع أبنائها كأولوية قصوى وتتحرك من أجلهم وتسخر كافة إمكاناتها في سبيل ذلك الخبرة المصرية في عملية تأمين المواطنين في الخارج وإعادتهم سالمين جاءت عبر عشرات المواقف التي سخرت فيها الدولة قدراتها كافة لحماية أبنائها فبالعودة إلى أزمة كورونا عام 2020 أعادت الدولة المصريين العالقين في مدينة وهان الصينية عبر طائرة خاصة مع إنشاء حجر صحي مجهز بجميع الأجهزة والمسلزمات والأطقم الطبية المتخصصة فضلا عن إعادة الآلاف من دول العالم أجمع في ظل تلك الأزمة العالمية الأزمة الروسية الأوكرانية كانت علامة فارقة في جهود الدولة حيث تم إعادة أكثر من أربعة ألاف مواطن مصري من المقيمين في أوكرانيا عبر جهود حثيثة من السفرات المصرية في الدول المجاورة الأوكرانيا فضلا عن التوجهات الرئاسية بعودة الجاليات عبر طائرات خاصة من تلك الدول الطلاب المصريون الدارسون بالجامعات الأوكرانية أولتهم الدولة عناية قصوى من خلال دراسة أوضاعهم وإيجاد حلول لمساعدة الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية ومثلت جهود الدولة لإعادة الجالية المصرية بأفغانستان إلى أرض الوطن ملحمة بكل المقاييس بعدما أقلعت طائرة عسكرية لإعادة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية وكذلك مسؤول سفارة المصرية بأفغانستان الأمر الذي يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها وعلى مدار مرات عدة استطاعت الدولة المصرية إعادة أعداد من الصيادين المصريين بعد احتجازهم في اليمن للصيد في أماكن محظورة وذلك عبر طائرات خاصة ونجحت في الحفاظ على حياتهم ونقلتهم بشكل آمن للأراضي المصرية كل ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين رعاياها بالداخل وبالخارج إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا سريعا لأبرز الجهود التي تبدلها الدولة المصرية لإعادة أبنائها من الخارج في أوقات الأزمات نشكر لكم طيب المتابعة موسيقى 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 شددت مصر على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان محذرة من أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أكد استعداد مصر لمساعدة السودان على العودة لمصار التهدئة مشددا على أهمية السعي الحثيث للحواري لحل الأزمة بداية تعرب مصر عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية والتي تفاقم من الأزمات المركبة والمتتالية التي عانى منها السودان على مدار سنوات عدة وتؤكد مصر استعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مصار التهدئة والحوار السلمي حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق وتعرب مصر عن بالغ أسفها لسقوط ما يتجاوز المئات من الضحايا والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة في السودان وأكثرهم من المدنيين من الشعب السوداني الشقيق من جهته قال مندوب السودان الحارث إدريس إن الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع أثرت على الوضع الإنساني في عدد من المدن السودانية مشيرا إلى أن قوات المسلحة تسلك نهجا من شأنه تقليل الخسائر في صفوف المدنيين ودع إدريس خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي إلى إدانة القوات المتمردة لانتشارها في المدن وتهديدها للمدنيين مؤكدا أن الجيش التزم بالهدنة رغم خرقها من الطرف الآخر من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش خلال الاجتماع دعا الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النار مؤكدا الحاجة إلى جهود مشتركة من أجل السلام وحسى جوتارش جميع أعضاء مجلس الأمن وكذلك الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى على الضغط على الأطراف السودانية لتخفيف التوتر وإعادتهم على الفور إلى طاولة المفاوضات بدوره قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان وولكر بيرتس إن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يبدو صامضا في بعض المناطق لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الأطراف السودانية للتفاوض بجدية وأضف أمام مجلس الأمن الدولية أن المعارك سببت كارثة إنسانية يدفع المدنيون سمنها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن قيام ميليشيا الدعم السريع باقتحام عدد من السجون خلال الأيام الماضية وإكبار الشرطة على إطلاق صراح بعض النزلاء وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية من خطورة تلك الخطوة على انتشار الفوضى والجرائم في البلاد خاصة وأن بعض هؤلاء النزلاء محكوم عليهم في جرائم جنائية خطيرة أكد الجيش السوداني أن الموقف العمليتي مستقر لحد كبير إلا من الخروقات التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان لها أن الموقف في جميع الولايات مستقر تماما مضيفة أن عدة مناطق شهدت تسليم أعداد كبيرة من أفراد ميليشيا الدعم السريع لأنفسهم ومعداتهم اتجابة لصوت العقل وحقنا للدماء كما جددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية نداءاتها لميليشيا الدعم السريع بالانخراط في صفوف الخدمة العسكرية النظامية المتقيدة بالأنظمة واللوائح والتقاليد العسكرية قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي يواصل الحديث إلى الأطراف في سودان وذلك لدعم وقف دائم للقتال هناك وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء ومجموعات مدنية سودانية في سبيل وقف دائم لإطلاق النار قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان وذلك من خلال التنصيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على المفاوضات وأضافت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترغب في مساعدة الطرفين على التواصل إلى طريق لوقف مستدام للعنف من خلال تواصلها مع الجيش السوداني والزعماء المدنيين قالت وزيرة الخارجية الكندية إن دولاً من بينها فرنسا وألمانيا ساعدت في إجلاء نحو 100 كندي من السودان وإن بلادها تعمل على إجلاء المزيد من المدنيين خلال وقف إطلاق النار وأضافت أن الكنديين الذي جرى إجلاؤهم من السودان هم من بين 550 شخصاً طلبوا المساعدة مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية ساعدت أيضاً في الإجلاء وهناك 1700 كندي في السودان مسجلة أسماؤهم لدى وزارة الخارجية قالت وزارة الخارجية القبرصية إن أول دفعة من المدنيين البريطانيين الذين أجلتهم بلادهم جواً من السودان وصلت إلى جزيرة قبرص وأوضحت الخارجية القبرصية أن طائرة ركاب تابعة لسلاح الجو البريطاني تقل نحو 40 مدنياً هبطت في مطار اللارنكا القبرصية وأضافت أن هناك رحلتين أخرين متوقعتين ستقلاني نحو 224 راكباً أعلنت وزارة الخارجية الهندية مغادرة الدفعة الأولى من مواطنيها في السودان على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية وقال بيان للخارجية أن الدفعة الأولى شملت 278 شخصاً من بينهم أطفال ترجمة نانسي قنقر قلت وزارة الدفعة الروسية أن طائرتين قاذفتين من طراز طابلف 160 أكملت رحلة جوية مخططة استغرقت أكثر من 14 ساعة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتز والبحر النرويجي وقالت الوزارة في بيان إنه أثناء الرحلة قامت أطقم الطائرات بعيدة المدى بإعادة التزود بالوقود في الجو ليلاً ونهاراً وأشرت الدفعة الروسية إلى أنه تم توفير المرافقة المقاتلة من قبل أطقم طائرات تابعة للقوات الجوية ودفع الجوي للأسطول الشمالي أعلن سلاح الجو الألماني اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية كانت تحلق دون إرسال إشارات في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق وأوضح سلاح الجو الألماني أنه جرى نشر قوات ألمانية بريطانية باستضاحي هوية مقاتلتين سخويسو 27 وأخرى اليوشن إيل 20 ونشر سلاح الجو الألماني عدة صور للطائرات الروسية حذر وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف من تصاعد ما وصفه بالنزعة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي بمعدل قياسي وأكثر عدوانية إضافة إلى هدفه المتمثل في احتواء روسيا وقال لافروف في مؤتمر صحفي إنه لا يساوره أي شك في أن الفارق بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو الآن ضائل للغاية وأضف لافروف إلى أنهم وقعوا مؤخرا إعلانا قال إنه ينص بشكل أساسي على أن الناتو سيضمن أمن الكتلة السياسية والاقتصادية في إشارة على ما يبدو إلى إعلان 19 من يناير بين الاتحاد الأوروبي والناتو بشأن الشراكة الاستراتيجية بينهما والذي يصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنه أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خرصوم بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت الإقليم 75 مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذكر المسؤول الأوكراني أن الروس أطلقوا 389 قذيفة مدفعية ثقيلة وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية نشيرا إلى أن السلطات المحلية أجلت 118 شخصا من المناطق التي تم تحريرها بالإقليم ترجمة نانسي قنقر قالت بكين أن السلطات ستكون في حالة تأهب قصوى لأي نشاط يمثل تهديدا لسيادة الصين وأراضيها بعد تقارير إعلامية عن دعوة الأتحاد الأوروبي لتسيير دوريات بحرية في ماضيق تايوان وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني تشوفينجليان خلال مؤتمر صحفي في بكين إن الإدارات المعنية لدى الصين مستعدة جيدا لأي سيناريو قد يحدث وأثرت المناورات البحرية والجوية الصينية في ماضيق تايوان وحول جزيرة تايوان الخاضعة للحكم الذاتي أثرت انتقادات من أوروبا حيث طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طالب القوات البحرية الأوروبية على القيام بدوريات في ماضيق تايوان ستركز هذا العام على مكافحة حصار الجزيرة والحفاظ على القدرة القتالية لقواتها مع مراعاة المناورات الحربية الصينية الأخيرة وقال تايوان إن التدريبات ستقسم إلى جزئين الأول وسيتم حجد القوات في الفترة من الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من يوليو والتي ستشارك في تدريبات بالذخيرة الحية وتحاول تايوان تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال الاستثمار في معدات جديدة مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات بدون طيار ومن خلال تمديد الخدمة العسكرية الإكبارية لمدة عام واحد أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في التسع عشر من مايو المقبل في هيروشيما باليابان وأضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيار أن بايدن سيتطرق مع رؤساء دول مجموعة السبع إلى الدعم الثابت لأوكرانيا وأزمتي الغذاء والمناخ وإلى سبل ضمان نمو اقتصادي شامل ومرن فضلا عن الجهود المبذولة للانتقال إلى الطاقة النظيفة استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الكوري الجنوبي يونسوكيول في واشنطن في اليوم الأول من زيارته التي تستهدف تعزيز التحالف بين البلدين وزار يون الذي من المقرر أن تستمر زيارته للولايات المتحدة ستة أيام زار مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ضواحي واشنطن برفقة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس كما وضع إكليلا من الظهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون الوطنية قبل أن ينضم إلى الرئيس الأمريكي عند النصب التذكري لقدام المقاتلين في الحرب الكورية الواقع في وسط العاصمة قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطروط الغذائية التي وزعتها زاد بنسبة 37% إلى مستوى قياسي بلغ سلسة ملايين طرد في عام واحد حتى مارس الماضي إذ يعاني عدد متزايد من المواطنين بسبب أزمة ارتفاع تكليف المعيشة وقالت The Trust Trust التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال مضيفة أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة صرح عضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار نعقاده الدائم سيكتمع اليوم الأربعاء ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم الثالث من مايو القادم وأضف المنصق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغل الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلمياً ومعالجة آثارها العديدة ومن بينها إجراء المصريين الموجودين في السودان وتيسير كل السبل استقبال المغادرين منه من كل الجنسيات وخصوصاً من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائماً وأكد المنصق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقاً لأمال وتطلعات الشعب العظيم حذرت وزيرة الخزنة الأمريكية جونيت يلاين من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية وشددت يلاين على أن رفع أو تعليق سقف الدين الدين يجب أن يكون غير مشروط سقف الدين الأمريكي بالرغم من أنها أصبحت قصة تتكرر بصورة شبه تقليدية إلا أنها هذه المرة تكتسب مخاطر مجتمعية وسياسية الديمقراطيون والجمهوريون يتنازعون منذ أسابيع حول سبل الخروج من هذا المأزاق ففيما يدعو الديمقراطيون إلى زيادة سقف الاقتراض من دون شروط يطالب الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب بخفض الإنفق الفيدرالي من أجل تقليل الديون البالغة 31 تريليون دولار رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي أعلن أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على خطط بشأن رفع سقف الدين والحد من الإنفاق متهما الديمقراطيين بالتهرب من التفاوض فيما حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلن من أن تخلف الولايات المتحدة عن سدد ديونها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية مشددة على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون غير مشروط وبين هذا وذاك يلوح في الأفق احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سدد التزاماتها بحلول يوليو أو حتى قبل ذلك مع تداعية وخيمة على الاقتصاد المحلي والعالمي ومن بين التداعية المحتملة وفقا لما ذكرته وزيرة الخزانة ارتفاع أقصة القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الاعتمان كما قد تعجز الحكومة الفيدرالية عن إصدار مدفوعات لملايين الأمريكيين بمن فيهم من يعتمدون على الضمان الاجتماعي بالرغم من تلك التداعيات الكارثية أكدت وزيرة الخزانة أن هذه الكارثة الاقتصادية يمكن تفاديها مشيرة إلى ضرورة تصويت الكونجرس لرفع أو تعليق سقف الدين على أن يفعل ذلك بدون شروط وأن لا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة وعلى خط الأزمة قالت وكالة مودز للتصنيف الاعتماني إن الخطة التي اقترحها رئيس مجلس النواب الأمريكي لرفع سقف الدين مقابل خفض الإنفاق الحكومي ستبطئ النمو وسوق العمل حيث ستؤدي إلى انخفاض بنسبة ستة من عشر نقطة مئوية في النمو المحتمل للولايات المتحدة للعام 2024 وإلغاء سبعمائة وثمانين ألف وظيفة تفتح اليوم منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة التي تتضيفها مصر خلال الفترة من السادس والعشرين من أبريل إلى السادس من مايو المقبل بمشاركة الأهلي وتقام البطولة على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة 12 فريقا أفريقيا مقسمة على مجموعتين ويمثل مصر فيها النادي الأهلي ويلعب الأهلي أمام نظيره بيرا المزنبقي في افتتاح المنافسات وصلت بعثة فريق الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء في إياب الدور ربع نهائي لدور أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء السبت المقبل وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمزي فتحي يحل فريق ليفربول ضيفا على وستهام اليوم على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدور الإنجليزي ويصعى ليفربول إلى تحقيق فوز ليقترب من المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل وخاصة أن الرجز يبتعد بفارق تسع نقاط عن مراكز دور أبطال أوروبا أما وستهام فيسعى إلى تأمين استمراره في الدور الإنجليزي خاصة أنه يبتعد بفارق ست نقاط فقط عن أولي مراكز الهبوط ختم نشرة العاشرة والآن تذكير بأبرز العنوين تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي خلية الأزمة المعنية تواصل جهودها لإعادة المصريين من السودان مصر تدعو أمام مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتحذر من التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية الصين تعلن حالة تأهب القصوى تحسبا لأي نشاط يمثل تهديدا لسيادتها وطايوان تعلن تنفيذ مناورات لمكافحة حصار الجذيرة ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوبل بلاي أو من خلال الكو أكود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة وهذه تحياتي أنا مريم حسن دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة